اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني بمدينة المكلة بمحافظات حضر موت على مستوى التدريبات للكتيبة المستجدة في اللواء الأول حرس رئاسي ومد التزام وانضباط الأفراد في الكتيبة وأكد عضو مجلس القيادة في كلمته للأفراد المستجدين بحضور قائد اللواء الأول حرس رئاسي العميد سالم القرازي وعدد من ضباط اللواء على أهمية الالتزام والانضباط في أداء المهام العسكرية وتنفيذ الأوامر والتحلي باليقظة والجهزية القتالية ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي قيادة اللواء برفع مستوى التدريب والتأهيل لكافة منتسبي اللواء وتنظيم دورة تدريبية مكثفة للمستجدين بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية